السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا كتابة كلمات وظيفية إملائيا في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله هيا نرى مع بعضنا ونراجع قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وماذا أيضا؟ أحضر أغراضي التي أحتاجها للدرس أحضر الكتاب، أحضر الدفتر، أقلامي الرصاص، مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وماذا أيضا؟ أنصت لمن؟ أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي ولكن لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي حتى نهايته إلى أن ينتهي حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا كتابة كلمات وظيفية إملائيا لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يكتب الطالب والطالبة كلمات وظيفية إملائيا ولدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يعبر الطالب والطالبة عن الصور المعروضة ثانيا أن يقرأ الطالب والطالبة الجمل ثالثا أن يكتب الطالب والطالبة الكلمات إملائيا هيا نعبر عن هذه الصور سوف نرى أعزائي الطلاب والطالبات صور جميلة ونعبر عنها بجمل جميلة هيا نرى أول صورة ماذا ترون؟ أحسنتم نرى كتبا إذن كيف نبدأ جملتنا؟ نبدأ بكلمة الكتب هل نرى نحن كتابا واحدا أم كتبا كثيرا؟ أحسنتم نرى رائع كتبا كثيرا إذن نبدأ الجملة بكلمة الكتب ماذا بها الكتب؟ الكتب مفيدة إذن الكتب تعطينا العلوم النافعة نقرأ فيها العلوم النافعة إذن الكتب مفيدة عبرنا عنها بكلمة بجملة بسيطة ومفهومة وواضحة قلنا عن هذه الصورة الكتب مفيدة هيا رددوها الكتب رائع مفيدة رائع جدا هيا نرى صورة ثانية ماذا ترون؟ هل نرى حقيبة واحدة؟ أم حقائب؟ حقيبة واحدة ترون عزاء الطلاب والطالبات؟ أم حقائب؟ واحدة أم حقائب؟ نرى حقائب هيا نكتب الكلمة الأولى حقائب ماذا ترون عزاء الطلاب والطالبات؟ ما لونها؟ أزرق أم أخضر؟ رائع أخضر إذن حقائب خضراء حقائب خضراء هكذا عبرت عن الصورة بجملة قصيرة جميلة ومفهومة حقائب خضراء رائع هيا رددوها حقائب أحسنتم خضراء رائع جدا صورة أخرى ماذا نرى؟ أعزاء الطلاب والطالبات ماذا ترون في هذه الصورة الجميلة؟ هل نرى؟ غابة أم صحراء ماذا نختار من هذا المربع؟ حتى نبدأ جملتنا رائع نختار كلمة غابة فنحن نرى غابة هيا نكمل هل أصبحت جملتنا كاملة بكلمة واحدة؟ لا إذن هيا نكمل الجملة لكي تصبح جملة كاملة وواضحة ومفهومة غابة ماذا بها؟ وفيرة أم قليلة؟ سوف نتحدث عن أشجارها هل هي وفيرة؟ أي كثيرة وفيرة معناها كثيرة هل أشجارها كثيرة ووفيرة أم قليلة؟ ماذا ترون في الصورة؟ نرى أشجارا كثيرة ومرتفعة وعالية إذن وفيرة غابة وفيرة وفيرة ماذا؟ عبرنا عن ماذا قلنا أنها كثيرة ووفيرة؟ عن الأشجار إذن غابة وفيرة الشجر أم وفيرة الرمال؟ أي كلمة نختار حتى تصبح جملتنا واضحة ومفهومة؟ غابة أحسنتم وفيرة الشجر هكذا أصبحت جملة واضحة وجميلة غابة وفيرة الشجر هيا رددوها غابة أحسنتم وفيرة وفيرة ماذا؟ الشجر رائع جدا لدي صورة أخرى صورة ماذا؟ هيا نستخدم إحدى الكلمات في هذا المربع هل نرى في الصورة صحراء أم غابة؟ ماذا ترون؟ أعزائي الطلاب والطالبات نريد أن نبدأ جملتنا بكلمة ماذا نرى؟ صحراء أم غابة؟ أحسنتم نرى صحراء صحراء هل انتهت الجملة؟ لم نكتب إلا كلمة واحدة هل انتهت؟ لم تنتهي هيا نكملها صحراء ماذا بها؟ قليلة أم وفيرة؟ أيضا نريد أن نتحدث ونتكلم عن أشجارها هل هي وفيرة؟ أي كثيرة؟ أم قليلة الأشجار؟ أحسنتم قليلة صحراء قليلة قليلة ماذا؟ هل هي قليلة الشجر أم البحر؟ هل نرى بحرا في الصحراء؟ لا، قليلة الشجر صحراء قليلة الشجر هيا رددوا الجملة صحراء أحسنتم قليلة رائع الشجر رائع جدا هكذا عبرنا عن الصورة بجملة جميلة وأفهومة استخدمنا فيها كلمات قليلة صحراء قليلة الشجر هيا نكمل لدي الآن نشاط هيا نذهب إلى صبرتنا ماذا نرى؟ أعزاء الطلاب والطالبات نرى هذا الصندوق ونرى صندوقا آخر نريد أن نعبر عن الصندوقين هذا الصندوق ماذا به؟ هل هو كبير أم صغير؟ إنه صندوق كبير فهو أكبر من هذا الصندوق إذا أردنا أن نقارن بينه وبين الصندوق الآخر نقول صندوق كبير وماذا عن الصندوق الآخر؟ رائع صندوق صغير هيا نكتب الجملة الأولى كلمة أحسنتم نبدأ بكلمة صندوق هيا نكتب صندوق أكتبوها بدفاتركم بخطكم الجميل والمرتب صندوق ماذا به؟ هذا الصندوق كيف نصفه؟ بأنه كبير صندوق كبير ولا ننسى النقاط إذا كيف نصف هذا الصندوق الآخر؟ رائع بأنه صندوق أحسنتم صندوق صغير صغير أكتبوها بخطكم المرتب وبدفاتركم إذا صندوق كبير وصندوق صغير ما هي الكلمة التي تكررت في هاتين الجملتين؟ أحسنتم كلمة صندوق هي التي تكررت إذا كلمة صندوق تكررت أكتبوها في دفاتركم بخطكم المرتب الجميل الواضح هيا نعود لشاشتنا لنرى نشاطا آخر النشاط رقم ثلاثة هيا نكمل النشاط رقم ثلاثة أخذنا في الدرس الماضي الرقم واحد والرقم اثنان الآن نكمل الرقم ثلاثة اقرأ الجمل التالية ولاحظ الكلمات الملونة باللون الأحمر واكتب أضدادها على غرار الجملة الأولى الرقم ثلاثة أعطت فاطمة لصديقتها هدية أكتب ضدها ما هو ضد؟ وعكس كلمة أعطت لدينا أضداد الكلمات معنى أضداد أي عكس ومخالفة لها في المعنى وضد إذن أعطت أعطت هدية ما عكس كلمة أعطت عكسها أخذت أخذت إذن أعطت ضدها وعكسها ومخالفة لها في المعنى أخذت أخذت ماذا نكتب في السؤال؟ أعطت فاطمة لصديقتها هدية ضد وعكسه كلمة أعطت أخذت أخذت أكتبوها في مكانها الصحيح يشتري الطفل الحلوى يشتري باللون الأحمر ما ضد كلمة يشتري وعكسها ومخالفة لها في المعنى يشتري عكسها يبيع 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 إذن يشتري ضدها وعكسها يبيع هيا نكتبها يشتري الطفل الحلوى نكتب ضدها بين القوسين ضد يشتري يبيع أكتبوها بخطكم الجميل في الأخير لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوسهم بالطريقة الصحيحة كذلك مساعدتهم على حل الأنشطة وأخيرا تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته